الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حياكم الله يا أحبة الكرام أقدم لكم اليوم هذا المصحف المبارك الفريد من نوعه ولأول مرة على الإنترنت وعلى اليوتيوب بفضل الله تبارك وتعالى مصحف الحذر لمراجعة الحفاظ طيب أول حاجة يعني إيه كلمة الحذر دي كلمة الحذر يعني مرتبة من مراتب الكراءة المعروف ثلاثة أو أربعة على قول بعض العلماء معنى الحذر يعني الكراءة بسرعة مع مراعاة الأحكام يعني المصحف كامل تخيل من صورة الفاتحة إلى صورة الناس في سبع ساعات ونصف بفضل الله تبارك وتعالى للكارئ الشيخ أحمد ديبان أو ديبان حفظه الله تبارك وتعالى طيب المصحف أنا وضعت الفهرس معه في الوصفة تلاجده في أسفل الفيديو بمعنى مثلا أنت الآن بتقرأ مثلا عايز تبدأ من صورة البقرة أو عايز تبدأ مثلا من صورة الآل عمران النساء المائدة غيره أنت بتضغط تخرج لك الصورة اللي انت هتكرأ مثلا عايزين آل عمران تجد ما شاء الله هنا جاءت الإشارة إليه بداية صورة العمران أو اسمع الآيات ما بين يديه وأنزل التوراة وليه الجيل منه قبله دل للناس وأنزل الفرقان ما شاء الله عايز مثلا أنت عايز تقرأ تختم القرآن بطريقة فامي بشوك اللي كنا شرحناه قبل كده برضو فامي بشوك ديت كلها حرف منها إشارة إلى الصورة التي تبدأ به يعني حرف الفاء إشارة إلى صورة الفاتحة حرف الميم صورة المائد حرف الياء صورة يونس عليه السلام وهكذا عشان تختم القرآن في أسبوع بفضل الله تبارك وتعالى وبرضو لها فيه رأس خاص اليوم الأول هتضغط هنا اليوم الثاني هتلاجده مثلا هنا على بعد ساعة واربعة وعشرين دقيقة وثلاثة وعشرين ثانية بالتحديد اليوم الثاني اليوم الثالث وهكذا هتضغط عليه يخرج يعني مثلا حالين دلوقتي هنفترض أن مثلا إيه حرف الشين صورة الشعراء مثلا إيه دي نفترض في الصورة الصورة الشعراء في اليوم الخامس مثلا وانت بتختم القرآن تضغط فينا كده تجد ما شاء الله صورة الايه الشعراء تظهر أمامنا الآن بفضل الله تبارك وتعالى تلك آية الكتاب المدينة على كباحة وعن نفسك الله يكون وانا أنصح وانت بتختم القرآن يعني تكون نظر للمصحف وتشير كده باسبعك أو تشير بقلم ولا حاجة أو ممكن بالموس اللي هو معاك تشور به على الكلمات عشان تخشع عند التلاوة ان شاء الله تبارك وتعالى لان الكراءة سريعة جدا فبتحتاج تركيز يعني عالي جدا جدا المهم انت عايز اي صورة هتنظر للفيهرس اللي موجود هنا في الوصف اسفل الفيديو وتضغط عليه تخرج لك الصورة اللي انت عايز تقرأ عايز مسلا صورة ماريه وهكذا يعني بفضل الله تبارك وتعالى هنختم القرآن بكل سهولة ويسر ان شاء الله تبارك وتعالى مع هذا المصحف المبارك طيب انت مسلا عايز تقلل الجودة بتاعتك ممكن تقلل الجودة عشان بتاخدش منك من الباقة كتير تخليه على تلتمية وستين عشان الايات تكون واضحة امامك ان شاء الله تبارك وتعالى لو انت معاك مصحف ورقي ممكن تخلي على مية اربعة واربعين مش هتسحب منك كتير من النت بفضل الله تبارك وتعالى بس يكون معاك المصحف انت بتنظر اليه وتستمع فقط لهذا الفيديو ان شاء الله تبارك وتعالى واسأل الله تبارك وتعالى ان ينفع به وان يجازي يعني هذا القارئ خير الجزاء على هذا العمل الطيب المبارك الذي هو لاول مرة بفضل الله تبارك وتعالى على انه ده موجود هنا على قناة شفاء الارواح وانا انصح بالاشتراك في هذه القناة المباركة ان شاء الله تبارك وتعالى وكلنا نحفظ الفيديو ده عندنا كده في الهاتف بتاعنا عشان نرجع له او مثلا على جهاز الكمبيوتر عشان نرجع له بسرعة ونختم القرآن بفضل الله تبارك وتعالى في اسبوع حتى لو انت عايز تختمه في يوم برضو هتختمه بفضل الله تبارك وتعالى يزاكم له خيرا وتقبل الله عز وجل منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته